جيمي انا مسمعش رأيك في مباراة مباراة الفلسفة والفكرة الأساسية بالنسبة لي بتاعت مارسل كولر في المباراة دي هي فكرة الرجل الثالث ايه فكرة الرجل الثالث كنا في ركشوب كده من حوالي من حوالي سانة وشوالي كده لجوارديولا كان عامل في ركشوب كده بيتكلم عليا الفكرة فكرة الرجل الثالث قالك انه اي تاكتك هجومي ممكن تدافع عليه اصعب حاجة واكتر حاجة ملهاش حل واضح غير بعض الأدوار المركبة اللي بياخدها المدفعين هي فكرة الرجل الثالث او بشكل ابسط انك بتزود لعيب دايما في منطقة انت عايش تشتغل فيه طب ايه اللي عامله مارسل كولر ويه اللي دايما بيعمل المجموعات اللي بتتعمل سواء ناحية الشمال او راحية الميلة كان في ناحية الشمال بشكل اوضح الغريب انه كان بيعملها هو اكبر مساهم فيها واللعيب الترس المهم فيها دايما هو امام عشون البرح ما كانش موجود ومع ذلك اتعملت مرة واثنين وثلاثة من قبل حتى مأمام فنعرض الحالات من قبل حتى مأمام يبقى تواجد في الملعب ليه لانه ادى ادوار تانية قدم ساحل علي معلول انه يعمل عملية الزيادة فلما بيطلع هو علي معلول بيعمل عملية الزيادة مع دخول حسين الشحات المعتاد للعمق بقى بيقدر يعمل عملية اللوت باحمد نبيل كوكا لو احمد قادر يدخل في الوسط وتحت حسين الشحات ومفقهم علي او العكس بيقف احمد نبيل كوكا في عمق الملعب لو حسين هو اللي داخل جواه وعلي طاير بيقف احمد نبيل كوكا كباكليفت فهنا بيعمل دايما لعيب زيادة والنقطة دي والنقطة دي هقفك عندها لانها بتتعامل النحة التانية على المنافس بتاع النادي الاهلي الاهلي والزمالك في مبارات الكاس لان جوميز بيعمل نفس اللعب هنا هوريك دي بداية لما الاهلي ابتدأ يشتغل عليها بفعالية بيعمل ايه حسين الشحاج هو انسايد علي معلوم بصف هنا كريم علي معلوم ما بيطلعش هنا في المبارات العادية من وقت ما بترق امام عشور يلعب علي ما بيطلعش هنا ابدا ولا بيفتح الملعب ولا يسيب الملعب كده ابدا ويطلع هو اعلى لعيم في الخط ناحية الشمال علي بيعملها ليه لان امام ما كانش في الملعب كمل الفريم اللي بعده كمان هنا دخول حسين للعمق ادى الاسبيس مع تحرك علي وكسر الاوفصايد علشان يدخل كمل ده الهدف الملغي اللي اتحط بالعرض ليه بيرسي تاو دخل الحركة بتاعت حسين خدت الناس لتحت فتحرك حسين سحب معاه البكرايت ودخول حتى الجناح خلاص مش شايف علي معلوم لانه اتحرك من ظهره اتحطت روح لفريم اللي بعده اتحطت لعلي كمان فريم وبعدين حطها لتاو كان فيها شك بالنسبالي لكن في الاخر اتحسبت تسلل الكرة دي كابي بيست كابي بيست لكن بشكل مختلف من الهدف اللي سجلوا النادي الاهل نروح لحلقة اللي بعدها على طول بنفس الفكرة نفس التجميع بقى مع اختلاف مين اللي تحت اخر العيد في الخط علي معلول علي اطلع على حسين ووعدين هيلاقي ان هم فطنوا ليها وقفوا الملعب نحيتي دي مين حطتها في العمق روح لفريم اللي بعده على طول كمان فريم نزل علي علي داخل في العمق اهو عمل دور الطبيعي مين اللي بياتواجد في العمق في المعتاد يا كريم حسين الشحات حسين فتح الخط نزل علي وحطها نحل تانية لبرسي تاو برسي تاو طبعا حطها كان مودست ويعف التسلل اللي نقص مع مودست بعد شوية يلا اللي بعده اللي بعده حبيبك ده اه حبيبي خسرني 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 أهم الراني السنة دي نفس القص احمد نبيلكوك عامل مجموعة مع علي معلول وحسين الشحات تحط انفراد ممكن حسين ما دا عملتش معها بشكل جيد حطها والمدافع شلها لكن نفس الفكر التحرك في المسافة وانا عامل او زيادة عددية بلعيد تالت دايما في المنطقة اللي انا عايز اخترق من خلاله اللي بعده دي الكرة اللي فاتت من تحت رجل وسام شكل غريب يمكن لمسها المدافعة خلتها فلتت من تحت رجل وسام في اخر لحظ اللي بعده نفس الفكرة ده انفراد لامام عشور بنفس الطريقة انا عملت اوبرلود واتسحبت اللعبة كلها نحي تليمين وفرغت العمق لامام عشور هو طالع من العمق الطبيعي ان هو مركز ثمانية داخل عمل بلعب شكل كويس وتحرك كمان في العمق بيركزه كمان انا شايف الرجل يعني دايما لما بيبقى فيه تكتلات على الطرف بنلاقي اللعيب بتعنص الملعب بيختارك في العمق بيبقى فعلا يعني بيبقى خطر جدا بيبقى مش مراقب وزي ما قال جيمي وكمان بيعرفوا ياخدوا يعني بيعرفوا يسحب عين المدافعين بشكل كويس بالزبط بالزبط وعمل الرجل السياسي روح بقى بعديق روح بقى بعديق ده الانفراد طبعا اما ما تعاملتش معها مش هقول رعونة بس ما تعاملتش معها بالاهتمام الكافي كان كرة سهلة جدا نتم تسجيلها كانش فيها تسلل اخر لقطة معنا تبقى الجون وشكل الجون نفس الفكرة كريب بص كام لعيب هنا تلات الرجل التالت اللي بيروح دايما الكورة فيها باك وينج لا دايما في باك وينج ولعيب مركز ثمانية هو اللي بينزد يجمع اللعب علشان يفتح المساق بص هنا لما راح تلات لعيبة اضطروا يروحوا قابلهم بتلاتة فاتكشف الاسبيس اللي ورا الرجل الظاهير للايمن اتحطت بعديها باص ممتاز من حسين لعالم علور راح عمل الكاتباك او التمريرة العرضية الورا راح بص بقلت مركز كمان بتاع العبت النادي الاهلي يقول لك ان الجملة متذكرة مرة واثنين وتلاتة وانتظرنا راح للفريم اللي بعده بص بص كريم الوقفة هنا وعالي بيحطها لحسين وقفت عمر وقفت تاو وقفت مودست التلاتة مش داخلين عاملين زيادة وخلاص كل واحد واقف في حتة علشان الكرة حتى لو ما تلعبتش بالدقة كافية او فكر حسين يحطها بالعرض بدلا ما يحطها على طول في الجمع عقروك حارس المرمى يبقى عندي فرصة من خلال ان انا فاتح زوايا اقدر استلم واقدر احط الكرة بعد كده فبالنسبالي هي لعبة الرجل الثلاثي بتاعت جوارديولا الرجل الثالث على طريقة مارسيكولا عجبني عنوان الرجل الثالث اوه مميز افيش او افيش